اهلا وسهلا بحضراتكم العالم اجمع بينظر لاكثر الشخصيات صراءا في العالم وكأنهم لن يفلسوا يوما ما هو الفكر اللي سبح عكس طياره تقرير صادر عن مجموعة اوكسفام وكشف التقرير الصادر عن المجموعة ان الامر سيستغرق 476 سنة عشان يستنفد اغنى خمس رجال في العالم كل اموالهم لو قرروا انفاق مليون دولار يوميا بيهدف تقرير المنظمة اللي بيحمل عنوان شركة عدم المساواة الى تسليط الضوء الى فجوة الثروة المتزايدة بين اغنى وافقر الناس في العالم كمان بتشير المجموعة في التقرير اللي اصدرته الى ان اغنى خمس اشخاص في العالم مما في ذلك انثال رئيس شركة تيسلا ايلون ماسك ومؤسس امازون جيف بيزوس شهدوا ثروات بتتضاعف من 405 مليار دولار الى 869 مليار دولار وده ارتفاع نسبته بلغت حوالي 114 في المية ارتفاع رهيب في ثروة السنائي اشار كمان التقرير الى انه اذا انفق كل من اغنى خمس رجال في العالم مليون دولار امريكي يوميا فهيستغرق الامر 476 سنة من اجل استنفاذ ثرواتهم مجتمعة ده طبعا يعرض تزاود عدم المساواة في الثروة في العالم وهناك كمان نقطة اخرى مثيرة للاهتمام ابرزها التقرير وهي ان اغنى 1% في العالم بيمتلكون 43% من جميع الاصول المالية في العالم يعني 1% من سكان العالم بيملكوا 43% من الثروة العالمية لا يخفى ايضا على احد ان ثروات مليارديرات العالم وخاصة ايلون ماسك شهدت ارتفاع فلكي منذ عام 2020 ده كان بسبب ارتفاع اسهم شركة تيسلا وبيبلغ صافي ثروته حوالي 206 مليار دولار لحد النهاردة وكمان بيشير تقرير اوكسفام الى انه من المتوقع ان تتقلق ثروات اغنى اثرياء العالم بشكل اكبر في المستقبل بتقدر المنظمة انه اذا استمرت ثروة اغنى 5 مليارديرات في الارتفاع بنفس المعدل اللي كانت عليه خلال السنوات الخمسة الماضية فسنرى اول تريليونير في عشر سنوات ومع ذلك لن نتمكن من قضاء على الفقر لمدة 230 سنة يعني هي معادلة غريبة شوية ذكرها التقرير منظمة اوكسفام واللي بيعمل مقربة بين الفقر والغنى ان اغنى خمس رجال في العالم لو قرروا كل فرد فيهم ان هو يصرف مليون دولار امريكي يوميا وده مبلغ رهيب جدا هيؤدي في نهاية المطاف الى مئات السنين من اجل انفاق ثرواتهم مجتمعة في حين كمان شهد اغنى اغنياء العالم تصارع ثرواتهم بيعاني العالم من اتفاع مستويات التدخم والاثر الاقتصادي لتغير المناخ والصراعات الملجو سياسية واللي جعلت حياتهم اكثر صعوبة كمان ابرز التقرير انه خلال الفترة نفسها اصبح ما يقرب من خمسة مليون شخص في جميع انحاء العالم اكثر فقرا ولا لتقرير ان المشقة والجوع هما وقع يومي للعديد من الناس في جميع انحاء العالم في نهاية دعونا نختم بمقولة مالك بالنبي الفينسوفي الجزائري اللي قال فيها لا يقاص غنى المجتمع بكمية ما يملك من اشياء بل بنقدار ما فيه من افكار واشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابق